يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى الأمة هنا يعني جماعة ولقد بعثنا في كل أمة رسولة يعني جماعة يبقى عندنا إيه؟ تلات معين لغاية دلوقتي المعنى الأولاني الأمة بمعنى الدين المعنى التاني الأمة بمعنى الرجل اللي هو بأمة والمعنى التالت يطلق على الجماعة والمعنى الرابع بقى هو يطلق بقى ويرد به الحين من الدهر قال قوله تعالى وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة يعني ايه افتكر افتكر امتى في قصة سيدنا يوسف مع الاثنين اللي عبر لهم الرؤية في السجن هو افتكر بعد أمة بعد أمة يعني بعد حين من الدهر هل ممكن يبقى في معنى بيجمع المعاني للأربعة دول معنى يشمل الأربعة الحاجات دول اه ان الرجل اللي بيتبع سيدنا محمد في كل خطوات حياته ويلتزم أوامر هذا الدين يعتبر وحده أمة ويتصف بصفات انه بيجمع الناس في قلبه ويكون أمال اللي حوله وبكده يتحقق ليه انه ايه اللي حاصل وانت طوعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين يبقى ايه اللي حاصل يبقى هنا معناها انه بقى أمة عشان كده في صنف من الناس اسمه الشخصية الانتقادية هنا بيبقى بنشوف ايه اللي بيخلي الانسان ما يبقاش شخص أمة شغل الشغل للرفض والمعندة والتضاد وممرسة الرفض وممرسة الاقصاء وممرسة منع الناس من التعبير على رأيهم ورفضهم في حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان فيه ناس هترفض ان هما يدخلوا الجنة عارف انت كان عندنا زمان شخصيات حتى كاريكاترية كده شخصيات كل اللي بتعمله بس ان هي سائمة كرهة انسان كده غاضب حانق طول الوقت صحيح الكلام كده كان غريب على مسمع الصحابة هو معقولة فيه حد يقبى لدرجة ان الصحابة استفسروا هو فيه حياة كده دايما بتبقى لما وهو دوت نوع من انواع بلاغة رسول الله انه يأتي بشيء غريب بس هو شيء شديد الواقعي كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قال ومن يأبى يا رسول الله مين ده اللي ممكن تكون حضرتك عايز يدخل الجنة هو مش راضي وبيعترض فوصف لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عز الشخص من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى تعالى اقول لكم واحد مشهور اوي 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 كان عمل حاجة سيئة جدا رسول الله قسم القسم ما بين الصحابة جه جات العطية وجه الرزق فقسمه صلى الله عليه وسلم ما بين الصحابة فام واحد كده الواحد دوت شكله بين عليه صفات قلبه مبرق مكفهر الوجه صوته كده في حدة فقال لرسول الله اسمع بقى قال له ايه بقى ابي انت وامي يا رسول الله العظيم انا كل ما باجي اقرأ هذا الكلام في هذا الحديث اقول سبحانه من جعل رسول الله يؤدب واصحابه فيؤدب سيدنا عمر مساء ازاي مش هيكل ده بسنان فالراجل ده جاي بيقول لرسول الله في وسط الصحابة فقال له اتق الله فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله ينهر ابيض ينهر ابيض هو الرسول الله يتقل له كده هل ده متبع لرسول الله لا للأسف ولزايك ايه حاصل فقال له رسول الله من يتق الله اذا لم اتق الله انا وبعدين بعد ما قالك كلمتين اللي قالهم دولة بكل عطلية كده وكل ولا عزوا بالله بشاعة بشعة فرسول الله قال انه سيخرج من ضئر هذا من يمرقون من يدين منوق السهم من الرمية ففيه اه فيه حيل الاسف فيه ثلاثة وقفوا على باب حضرت النبي فاستقلوا عبادته والرسول الله قال لهم قال لهم ايه حضرت النبي قال لهم من راغب عن سنتي فليس مني ما يطلبش بقى كل الكرمات والهبات اللي ربنا اداها لأمتي هو راغب عن سنتي خلاص مش عايز سنتي فالشخص اللي مش هيمشي على سنت رسول الله زي الشخص اللي بيقنت الناس من الله ورسول الله يبرقب الناس في الله رسول الله يروع عن رب العزة لو جئتان بقراب الارض خطايا جئتك بقرابها مغفرة لكن يجي الواحد لا ويبتدي بقى يعمل توليفات ما لهاش علاقة خالص بحضرت النبي صلى الله عليه وسلم حضرت النبي خلي الراجل المدجلود في الحد يقول إنه ما زال يحب الله ورسوله والتاني يقوله على فكرة أنت مش مؤمن لأنك عاصي فده مش متابع لسنة رسول الله